السلام عليكم خوتي أخوتيتي ومرحبا بكم بجديد في قناتكم أخبار بلادي هذا الفيديو جبتكم فيه كل عادة ما وضعها ما للغاية أعلم لكم جريدة إسبانية الآن تفتح النار على المروق هل الجريدة وهيش جريدة عادية لأنها وزارة الخارجية بنفسها وضكنوا لكم خوتي أكبر تبهدي له بخصوص الإسبان زادة حتى هما نزعجوا من الذباب المخزني وبدأوا ينشروا شعارات خليه ينبح كما رح نترجم لكم خوتي هذا المقال الآن رأي بدت بين أمور خطيرة أخرى في المنطقة التعنا تقارب إماراتي أثيوبي ومصر الآن في ورطة كبيرة أيضا على بالي شاركت هذا الموضوع في القناة التعنا الاحتياطية ولكن هذا الفيديو أعجبني راح نزيد ونشاركه معكم في هذا الفيديو للإمام وليد محساسة وهو يخاطب كل من يريد زعزعة استقرار الجزائر والناس لهم من البرة يحاوسوا يزعزعوا الاستقرار أيضا بعدما زار حفتر النيجر الجهة الرسمية الآن لليبيا تزور النيجر ورح نعطيكم سبب هذا الأمر أيضا في الأخبار سفارة المغرب لدى السعودية تكشف أعداد السجينات المغربية والدعارة على رأس لائحة التهم في الأخير راح نحكوكم شوي على الانتخابات كماشتو خوتي هذي أبرز عنوين أخبار اليوم قبل ما نبدو في التفاصيل ما تنسوش خوتي الله يحفظكم تكليكي ونعلى زر اللايك تشتركونا خوتي في القناة تفعل الجرس كل الأمور هذي خوتي هتدعمنا تصدقوا كل حاملات السينيال لما نطول عليكم خوتي يلا للتفاصيل ونبدو بموضوع الانتخابات الانتخابات الجزائرية اليوم خوتي حاصلت على أعداد كبيرة جدا من المنتخبين لدرجة أن الوالد التاعي نظر الصباح باش ينتخب قل لي ما قدرتش لقد لغاش بزاف خليه شي يروحه وهذه كانت في الساعات الأولى فقط من اليوم أمام عدد قدم الساعات فشهدت ما كتب الاقتراع أعداد كبيرة وباش تفهموا خوتي حجم الانتخابات هذي ربما تعدوا من بين الأضخم اموجينيو 500 ألف واحد باش ينظموا الانتخابات فقط وليس عداد المنتخبين أشخاص رح ينتخبوهم 24 مليون شخص أما ما كتب الاقتراع اللي كانت موازعة لجزائر فيوجد 63 ألف مكتب هذي غير لدخل البلد لأننا محسبناش لخارج البلد أيضا أما بخصوص نتيجة الانتخابات فانظار يعني بعد انتهاء الانتخابات تبدأ تظهر ولكن بحكم أن احنا عادنا الانتخابات ما زالها كذا بالورقة والصندوق يجب أن يحدث هناك فرز باش نعرف النتائج الأولية للانتخابات وربما تبدأ تظهر ملح شيء يعني من موعد ولا وقت انتهاء الانتخابات بعدها بساعة نص ساعة تبدأ تظهر النتائج خاطئ ثم ما شكون في ميزكم رح يربح في الانتخابات وإذا أعطيته زعمة ترتيب فيرأيكم شكنت كلاسيوها الأول الثاني ثم الثالث خبرونا لكم في التحريقات في الخبر الآخر كنت حكيتكم على زيارة هذا الخامج حفتر اللي بعث ابنه إلى النيجر ما بعثوش للنيجر فقط وإنما بعثو أيضاً للموريطانيا علىه لأنه يحوز يحشد الجيش باش يدور على الجزائر لأولاً ثانياً باش يدعمه هو رغم أنه حفتر لا يعتبر الجهة الرسمية لليبيا يعني ليست الجهة اللي تعترف بها الأمم المتحدة ولا الجزائر حتى النيجر ما استعرش بهم لكن بعد هذا الزيارة النيجر ولعفاً ليبيا بحثت الجهة الرسمية إلى كل من موريطانيا وأيضاً إلى النيجر وهو الآن كما ركت في هذا الصور خوتي رئيس أركان الجيش العامة للجيش الليبي التابع لحكومة طاربلس المعترف بها دولياً يزور النيجر ويلتقي برئيس أركانها وكانت هناك محادثة كبيرة بينهم باقاو سنقل لهم ردوا بلكم يحشي هاكم إذاك حفتر راه إنسان إرهابي يحاوس يقسم البلد حاول هذا الأمر مع موريطانيا ومصلحش وذكره يجي سيي معاكم أنتوما والنيجر أكثر حاجة تكره أخوتي هي التدخل الأجنبي اللي حاربته بعد طردها لفرنسا الآن راه عرفت بلي حفتر يحاوس يدخل لهم التدخل الأجنبي حتى عندهم هما الداخل بخصوص التدخل الأجنبي عدنا الأمر اللي راي تسوفري منه مصر الآن مصر زحفت بزاف من المروك مؤخراً عليه لأنه المروك قررت تدعم أثيوبيا تدعمها بأسلحة لأنه أثيوبيا هناك احتمال بأنها ستدخل في حرب مع مصر ليست مجرد أسلحة من أكثر الأسلحة تطوراً وهي الدرونية الحربية الإسرائيلية طبعاً مصر زحفت من هذا الأمر لكن ليس المروك فقط من طعنت مصر في الظهر حتى الإمارات إمارات أيضاً تطعن مصر في الظهر طبعاً هذا ليس مفاجأة الإمارات حشيتها المصر خلتها تصدقها وخلتها تثق فيها لأن الإمارات استثمرت 50 مليار دولار في أحد المدن المصرية مصر خلاص ولا تشوف إمارات هي أفضل صديق لها وراءها مماشرة الإمارات تطعن مصر في الظهر تماماً مثل ما فعلت المروك وكثير بدأ يتسأل لماذا قد تفعل الإمارات هذا؟ عليك أن تستثمر في مصر 50 مليار لكي من بعد تجي ضدها وأسمعوا خاوتي التفسير معي فالأول شوفوا خبرتكم يقول لكم التفسير قل لك استقبل معاني محمد بن مبارك بن فاطل المزروعي وزير الدولة لشؤون الدفاع تعالى الإمارات ببكتبه مع آل المهندس عائشة محمد موسى وزيرة الدفاع الوطنية لجمهورية أثيوبيا هذه خاوتي الصغيرة الفيدرالية يعني يسمى أثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية والوفد المرافق لها وخلال هذا اللقاء جرى حضره عدد من كبار الضباط والمسؤولين في الجانب بين الإمارات والأثيوبي كان هناك استعراض لعلاقات التعاون المتميزة بين البلدين في بلا 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 لكن على بناء لهذا الاجتماع الدير خاوتي في وقت حسس للغاية كان من المفروض أن الإمارات لا تستقبل الإمارات لا تستقبل أثيوبيا بصحة أسمع التفسير قال لك تبين الآن سر التقارب العسكري المروكي الأثيوبي ضد مصر وضد قارة إفريقيا يعني مصر هي فقط البوابة ولكن قارة إفريقيا كلها مستهدفة حتى الجزائر قال لك الإمارات وعبر محميتها المروك تريد تهديد أمن مصر القومي ودفعها نحو تقديم تنازلات بالإضافة إلى زعزعة استقرار شرق إفريقيا عبر فتح بؤر صراع جديدة نتمنى من كبار إفريقيا التدخل لرأب الصدع بين مصر وإثيوبيا يعني من أجل الصلح بين مصر وإثيوبيا الوحيد الذي يمكن لها أن يفعل هذا طبعا هي الجزائر أما بخصوص الخطط تعل الإمارات والمروك ضد مصر فمصر هي الآن كما قلوا راهي هي السد إذا رأي محبسة يأجوج ومأجوج مقاوسين الصهاينة باش يزضدموا على السيناء ويزضدموا على المناطق الأخرى الإمارات تريد هدم هذا السد تمشاكم خوتي في هذا الموضوع أخبرون لكم في التعليقات هذه الصور الإمارات مع إذر ومع إثيوبيا هذه وزية الخارجية إثيوبيا وهذا الرئيس الأثيوبي مقود رئيس الإمارات كما نرى في هذا الصور الآن أرحب أن نحكوكم شوي على ما الذي يعاني منه الإسبانية فالأول خلني أمركم إهانة إسبانيا لألماروك نحاكم هذه الصورة لأنه صراحة أنا ما نقراش الإسبانية بسح ندو هالموقع يقرأ الإسبانية هي تشارجي بيتي خلوتي تشارجي بيتي نمخلصها بالدراهام بش نديرها للحفيس ملد عم وقناتنا بالضغط على زي الإعجاب هنا رأي أني أعطيت هذه الصورة للتشارجي بيتي قلت له جي بيتي الله الله أنا ما نقراش الإسبانية أقرأ لي هنا شامك توبه قليني شوش قلت لي قلت لي الصورة التي أرسلتها لي تظهر وثيقة من مكتب المعلومات الدبلوماسية التابع لمزارة الخارجية الإسبانية وتحتوي على معلومات عامة عن المغرب تحت عنوان مملكة المغرب هناك خريطة توضح التقسيم الإداري للمغرب بما في ذلك الصحراء الغربية التي تم الإشارة إليها في الجزء السفلي من الخريطة كما تشوفوا هنا بهذا الإيموجي وشوفوا هنا خاوتي هايليك سحارة أكسيدونتال مسيباريا على المروق وهو الأمر اللي راي تقولنا عليه تشاة جي بيتي وشوفوا شغلتنا وقلت لك أترجمة الآن تحت هذا الموضوع شوش هيقوله مكتب المعلومات الدبلوماسية التابع لوزارة الشؤون الخارجية والاتحاد الأوروبي والتعاون يضع بين يدى وسائل الإعلام والجمهور عموماً هذه البطاقة الخاصة بالبلد يعني رسمياً هذه البطاقة الخاصة للمروق بالنسبة لإسبانيا واحد ما حيقدر يبدلها المعلومات الواردة في هذه البطاقة ليست مخصصة للدفاع عن موقف سياسي معين من قبل هذه الوزارة أو من حكومة إسبانيا فيما يتعلق بالبلد المذكور مع قصير المروق الفقرة التي تحت عنوان جغرافيا توضح موقع المروق في شمال الغربي من القارة الإفريقية وتذكر أن المغرب يمتد من البحر الأبيض المتوسط شمالاً إلى الصحراء الكبرى جنوباً يعني يمتد حتى للصحراء الكبرى بصحة ما يتخلش الصحراء الكبرى يعني ما قالوش يمتد حتى للموريطانيا وهنا اعتراف كبير جداً من إسبانيا بالصحراء الغربية ما لكم في هذا الموضوع خاطر جداً أليس كذلك؟ الآن عادنا صورة أخرى أيضاً وهي هذه تعذوب باب المخزن أزعج بزاف الإسبانيين والآن خلاص إسبانيا أطلقوا وسم سماوه الذباب المخزني أرواح روح الجي بي تين ولا ترجمنا هذا التصوير المكتوبة بالإسبانيا قلت للمشان مكتوبة في الصورة؟ قالوا لي الصورة التي أرسلتها هي تغريدة للصحفي فرانسيسكو كارينو النص المكتوب في التغريدة يعلق بالرد على الانتقادات التي تلقاها من وسائل الإعلام المغربية الترجمة إلى العربية كالآتي التغريدة ردًا على الهجمات من وسائل الإعلام المغربية دعهم ينبحون ينبحون ويريدون العظة لأنهم يعلمون أنهم بلا حق يعني على المرأة يقولهم خلهم ينبحوا أي مكتوبة بالخطة العارض كما يقولوا دعهم ينبحون وينبحون يريدون العظة لأنهم يعلمون أنهم بلا حق لن أغادر المغرب يجب أن يرحل الفاسدون والمجرمون في السلطة يعني إماجين رأسي في المرأة خوتي يقولهم منهم وينزاغت يعني صراحة الإسبانا رأي طالقا روح على المرأة سواسوى والأخرين يسكتوا يدوها يسكتوا شو الزيت قالهم قال كان فرانسيسكو كارينو يشير في هذه التغريدة إلى أنه لن يغادر المغرب بالرغم من الانتقادات معتبرا أن الفاسدين والمجرمين في السلطة هم من يجب أن يرحلوا بدلا منه محمد السادس وجمعته ثم شاكم أخوتي في هذا الموضوع أيضا خبروناكم في التعليقات في الخبر الآخر سفارة المرأة الآن لدى السعودية تكشف عدد السجنات المغربيات في السعودية أيضا سبب سجن المغربيات الأكثر يعني الحاجة التي تخلي المرأة تسجن في سعودية أكثر هي التعارة على رأس لائحة التهم هذا الخبر نشراته كما كنت شفوه هنا بوابة الجزائر تكترون تراح تشوفوه وحتى علقوا عليه سعوديي كما كنت شفوه هنا مثلا هذا الفيديو لهذا السعودي فالرياض وصله من ملادية الأسران بالمددن أفوا خوتي وجهه يبن سعودية بسح هذا مروقي ورغم أنزعج من هذا الأمر يعني كفاء وصلاته مكالمة هاتفية من 150 مغربية من داخل سجون الرياض تطالب بإطلاق صراحيهن طبعا خوتي هذا الفيديو الذي رهدره هذا السيد المغربي هو الذي كان السبب الذي خل السلطات المغربية تكشف الأرقام الحقيقية قالك تبعني الضجة التي أثير عقبة تسريب مكالمة هاتفية لسجينات المغربية في السعودية كشفت سفارة المغرب بالرياض عن عدد السجينات المغربية الفعلي داخل السجون السعودية وذلك عقبة انتشار أنباء عبر مواقع توصيل اجتماعي عن عدد ضخم قالك وفقا للسفارة فقد بلغ عدد سجينات هو 62 سجينة من بين هذه 62 سجينة 48 توبعن بتهمة الدعارة في المروق أما الباقيين فكانت تهم تتعلق بالمخدرات وتم الحكم عليهم بـ 12 سنة سجنة ثم أشكوا أخوتي في هذا الموضوع أخيرا نشوفوا معي هذا الفيديو أخوتي لفيه الكثير من التوعية للشعب الجزائري من شخص أثر في العالم بأكمله في واحد من الفيديوات التاعو وليد مهسس اشتهر بفيديو القطة وهو الآن يعطينا دروس أخرى تحوسوا أن نهيجوا الناس يديروا ثورة في البلاد والله ما تديوها والله ما تديوها تحوسوا أن نهيجوا الشباب يخرجوا على الحكام وتصرى القتيلة في البلاد وتقعدوا أنتم تضحكوا في الخارج والله ما تديوها بإذن الله وتزير تبقى آمنة ومطمئنة ونبقى كآئمة ودعاة وعلماء نقول كلمة الحق لا نخاف لو ما تلائم وننصح شعبنا وأمتنا وحكامنا بالتي هي أحسن والحمد لله كم نصيح تكلمناه يقول لك هنا كان أمر غريب قال هنا الإيمان محسس قال ننصح أمتنا وزيد قال ننصح حكامنا خبتي يموجيني واحد يقول أنا ننصح محمد السادس في المروق أمور كما هذه ما تسمعوهاش أمتنا وحكامنا بالتي هي أحسن والحمد لله كم نصيح تكلمناها وصلت بحمد الله تبارك وتعالى وطبقت الحكمة والتي هي أكثر لا نشارك أبدا في هدم أوطاننا هذه نساوها باش تستغلوا دعاة علماء وتحرضوهم وتسخروا منهم حتى تهيجوهم ولا تهيجوا عليهم الشباب باش من بعد تفرحوا بسقوط الجزائر سابع المستحيلة نساوها هنا باش راح يدريسي يا خاتي راح يدريسي هذوك المعارضين لهم يطالبوا بالجزائريين بعدم الانتخاب الخضرة ولا إثارات الفوضى في الجزائر باش الموضف الحراك تحشوفوا وراكم ميزرين راح يروحوا ديروا الحراك باش تتسقم البلاد يعني هذا الأمر أخابي لدرجة لا تنصف ويبدو أن الدروس اللي فاتت على الجزائر معلمتهم وينه كامل الفيديو أخبتي ستبقى آمنة مطمئنة مستقرة سيبقى العلماء يقولون الحق سنبقى نحفز شبابنا على تطوير أنفسهم ماديا معنويا ماليا سنبقى نقول كلمة الحق وننصح حكامنا ليعدنوا بين الناس بين الشباب ليعدنوا بين الأمة بالتي هي أحسن سنبقى نمشي على هذا الطريق الذي رسمه لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ربنا ولن نحيد عنه بإذن الله تبارك وتعالى سبحانه شكرا لكم أخوتي في هذا الموضوع خبرونا لكم في التعليقات كما راكم نشوفوا أخوتي راكم وصلنا لنهائي الفيديو إذا أجبكم نتمنى ما تكن يكونوا على زر اللايك اشتركونا في القناة فعلوا الجرس شكرا لكم خابت على مشاهدة لا تنسوا تروحوا وتشتركونا في قناة الأحتياط إياها وليك الفيديو رحوا وكليكوا عليه وشوفوه شكرا للمشاهدة وإلى اللقاء